نكمل في الميثود الكلاث اللي اسمه String طبعاً هذا الميثود لي مفيد كثير جداً مشروع لكذا الميثود قبل كده ونكمل إن شاء الله في الميثود وفي الدرسة هنأخذ الميثود اسمها StartWith لو هنا طبعاً StartWith بترجع حاجة من نوع ايه؟ بترجع حاجة من نوع بوليان هقول لكم الوقت هي بنستمر في ايه؟ لو قلت بوليان result لو قلنا s.start startsWith بتاخد String بالبساطة هي بتاخد String بتشوف هل String ده اللي بيبدأ بيه ال String ده ولأ يعني مثلا بياخد مقطع معين من اي كلمة ولكن يدته بيشيك هل هل String ده اللي بنادي بي عن دل اللي اسمها StartWith ده بيبدأ بالمقطع اسمه H لو بيبدأ بيه هرجع True لو بيبدأ بيه هرجع False ده كل الفكرة ده تمام؟ لو قلت نفس الفكرة true طيب لو قلنا م م تي ام طبعا مش بيبدأ فيه لون فولس تمام؟ لو قلنا A بس M ادي لي فولس تمام؟ عندي ممكن استطدم الميثود بطريقة تانية ان انا ادي له المقطع بتاعي اول حاجة ادي له المقطع بتاعي اللي انا هعرف هو بيبدأ بيه اللقه و ادي له المكان اللي انا هبدأ اقول له ابحث من عنده يعني مثلا انا مش عايز ابحث من اول مرة من اول واحدة عايز ابحث من تاني واحد تمام؟ قلت اتش ام لحد دلوقتي اتش ام غلط صح؟ بس انا قلت له ابحث لي من ايه؟ من اول من الاندكس لكم واحد او من التاني عنصر فهل ده صح او غلط؟ فاشوف قال لي true true ليه؟ لان انا قلت له ابحث من اول عنصر يعني سكيب اول عنصر ده كده وابحث من اول اله فلقينا الكلمة بقت اتش ام اي دي هي فعلا بتستارتس و ايه؟ وديلقيتش ام دي لو شلنا دي هيقول لي ايه؟ فولس لينه؟ لانه بدأ ايه؟ من اول عنصر تمام؟ يبقى دي فكرة ايه؟ فكرة الستارتس ويز لها او شكلين اول حاجة انا قلت له مقطع من كلمة واشوف هل الكلمة دي بتبدأ بنفس المقطع ده لأ لو بتبدأ بنفس المقطع سيدي نترو لو بيش بتبدأ بنفس المقطع يبقى ديني فولس تاني شكل لها ان انا بديل المقطع بتاعي و الانديكس لانا هابدأ ابحث هاله المقطع ده بيبدأ بيولأ تمام نفس الفكرة لو عند الانديكس ده بيبدأ بنفس المقطع ده هاديني true لو غير كده هاديني ايه هاديني false هاديني كل فكرة المثل اللي اسمها start with